اشتركوا في القناة معك الكلمة السيدة الرئيس شكراً شكراً السيدة الرئيسة الخارجية واسمحيلي في البداية أن أنا أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس مكرو وللسيدة رئيس السزراء بربتوسة ميا مطني على حدثها الرائع والملهم اللي تحدثت به وكل من تحدثوا فيها الجلسة الافتتاحية واسمحيلي أنا أخلي المداخلة شكين الشك الأولاني هو شك عبارة عن تسجيل لوجهة نظر مصر في الموضوع كله ثم أتحدث عن الجهد والموضوع الإجراءات وما تحقق على المستوى الوطني المهمة أول أن أنا أشكر فخامة الرئيس مكرو على أنه استضافة هذا المؤتمر المهم في وسط هذه الأزمة أو الأزمات المتعقبة التي مرت العالمها تقريباً على مدار أكتر من ثلاث سنوات والحقيقة هي ألقت بزلالها الكبيرة جداً على العالم وعلى يمكن بشكل أكتر وعباء أكبر على الدول النمية والذات التصوديات يعني هشة ويمكن تهدد المكتسبات التي تم تنفذها بوسط هذه الدول خلال الفترة اللي فاتت الحقيقة هذا الواقع الجديد يفرد على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد للأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النمية وأكثر قدرة أيضاً على الصمود أمام الأزمات بما ممكننا من مجابة التحديات تغير المناخ التي لم تكن طبعاً لم نكن المتسبب الرئيس فيها ولكن نحن الأكثر تضروراً منها في مصر هذه الظروف استضافت مصر طبعاً القمة العالمية للمناخ شرم الشيخ في نوفمبر الماضي وكانت مستهدفة ترجمة الطموح والتعهدات كالعادة بسمحولي أنا مش هخرج كتير على النص ولكن عايز أقول دائماً نقول حجم المشكلة والتمويل وكيف يتم تدبير هذا التمويل غير كده لن يتم أبداً التحرك في تقديرنا لحل أي مشكلة إحنا بنترحها سواء كان على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي هنا كان الهدف هو ترجمة الطموح والتعهدات لواقع ملموس بما دعم التحول العادل من أجل تحقيق الدمو الأخضر وبلغ أهداف التنمية المستدامة وفقاً للأوليوات الوطنية لكل دولة في هذا الإطار أود أن أشير إلى أن رؤية نص في تحقيق الدمو ترتكز على توفير فرص عمل وصوب العيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أضمات للإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمس للموارد الطبيعية والامتسال لاعتبارات كفاءة الطاقة وبالتالي فإننا نقدر أن نمو الأخضر ليس بديلاً عن التنمية المستدامة وإنما محافزاً لها وأنا في التجربة الوطنية اسمه أولي حأشير على مجموعة من المشروعات التي تم تنفذها في إطار يخدم النمو الأخضر وفي نفس الوقت حق التنمية المستدامة في هذا السياق يعني دهوني أجيب بشكل عملي على سؤال السيدة وزيرتي الخارجية حيث تحضرني التجربة المتقرة لبرنامج موفي وهذا البرنامج هو برنامج أطلقناه خلال المؤتمر ولاقة زخماً دولياً كبيراً للاستدافة عزيز الشراكات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي بالتركيز على قطاعات المياه والغزاء والطاقة في إطار متكابل ويتطمن البرنامج منصة وطنية للمشروعات القابلة للإستثمار تم إطلاقها بمشاركة مؤسسات تمويل دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط في ضوء ما تقدم تبرز محورية التمويل باعتباره العامل المحوري زي ما ذكرت قبل كده في تحقيق التنمية المستدامة مما فيها مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس فضلاً عن معالجة الاختلالات العركالية للنظام المالي العالمي الذي يتحد من قدراته على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات وطبعاً زي ما شفنا النهاردة تم النقاش كثيراً على منظومة أو النظام المالي العالمي وأدي هذا النظام خلال السبعين تابعين سنة حصلت تطورات كبيرة جداً جداً وبالتالي هو يعني يمكن كل الكلام بيأكد أن هذا الأمر محتاج أن احنا نتحرك في تطويره عشان يجابه هذه التحديات ونقدر أن هناك حاجة لتبني منظور شامل يضع تمويل التنمية في قلب أجندة العمل متعدد الأطراف ويضمن عدلته والسدامته إضافة إلى ما علجت التحديات ذات السلة ويتمثل أحد أهم التحديات في الأثر التراكمي للأزوات الدولية المتعاقبة حخرج هنا يعني في مصر أطلقنا برنامج لإصلاح الاقتصادي في 2016 وحقق هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف اللي احنا كنا بنتمنىها ووصلنا إلى معدل نموه 6% وكل الأمور كانت مبشرة جداً جداً إن لو استمرنا بهذا الشكل الأمور هتحقق الهدف اللي احنا من أجله عملنا برنامج الإصلاح لسوء الحظ خلال أزمة الكوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية أنا بقول إن ده كان ليه تأثير سلب كبير جداً جداً على مصار أو على المصارات التي تتحققت فيها النجاحات المختلفة وترجعت بشكل ملحوظ النجاح اللي احنا حققناها ومنها ارتفاع التضخم العالمي لمؤسوات قياسية وتنامي إشكالية الديون بشكل خطير وانتدادها للدول النامية متوسطة الدخل يضاف إلى ذلك جدوى المعونات التنموية وتعظم المشروعات المشروطيات المقتردة بها هنا أيضاً مهمة أو أن أنا أقول في النقطة دي إن إحنا كان لنا خطة لإدارة الديون اللي إحنا عملنا بها خطة التنمية المستدامة برضو هذا الأمر النتيجة الزوف اللي مرت خلال ثلاث سنوات ألقى بصعبات كبيرة جداً أمام استمرار نجاحنا الفعال في خطة الديون وبالتالي إحنا بنضغط نفسنا ونصر على أن إحنا ندير هذا الأمر بما يحقق الأهداف الوطنية لذا فإننا نتطلع الإسلام كمة المثاق التمويل الجديد في دفع المناقشات بمختلف المحافل الدولية من خلال عدد من الرسائل على رأسها ضرورة تكاتف الجميع لا سيما مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بالتركيز على تنفيذ متوصيات محفز أهداف التنمية المستدامة الذي أطلقه سكرتير عام من أمم المتحدة بالتعاون مع شركاء التنمية بما يتصق مع الأولويات الوطنية تبرز أيضا أهمية اتخاذ قرارات دولية سريعة تحولها دون اندلاع أزم الديون كبرى مع استحداث آليات جاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول منخفضة وبتوسطة الدخل فضلا عن التواصل في مبللة الديون من أجل الطبيعة كذلك توجد ضرورة للصح الهيكل المال العالمي لتعزيز سنويل التنمية المستدامة بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بسندوق النقد الدولي وتعليق أو إلغاء تعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية لسندوق وقت الأزمان في هذا السياق ضرورة تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة للأطراف لتعظيم قدرتها على الإقراض وتسير نفاذ الدول الانمية له وكذلك تعزيز الإحوار بينه وبين وكالات التصنيف الانتهماني لزيادة قدرتها على الإقراض دون المساز بتصنيفها علماً بأن المجتمع الدولي توافق خلال قمة شرم الشيخ على المطالبة بالكثير من تلك الإصلاحات ختاماً في الكلمة اللي أنا أردت بها تسجيل وجهة نظرنا في الموضوع ككل لا يفوتني أن أشدد على أن تمويل التنمية المستدامة أمر جوهري في مواجهة تغير المناخ والذي يمثل خطراً وجودياً ومن ثم فأنه يعد هدفاً عالمياً لتحقيق المصلحة المشتركة للنمية وليس شأناً خاصاً بالدول الانمية اسمحوا لي هنا حتكلم على الجهود اللي بذلتها مصه باختصار شديد لأنه تزيد عن الوقت المخصص أنه أنا أقول لكم جميعاً أن مصر تحركت في موضوع المناخ بوقت مبكر جداً ويمكن إحنا كن لنا مساهمة كبيرة جداً في الدفاقية باريس بحضورنا هنا أثناء عقل هذا المؤتمر وبقول فيه أن إحنا تحركنا وعملنا برنامج طموح جداً جداً يستهدف التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير جداً حتى 2030 وتحركنا فيه وحققنا المستهدفات اللي احنا بنتكلم فيها بالإضافة لكده دخلنا فيه برامج تستهدف تنمية مستدامة وفي نفس الوقت تحقق التحول لحماية وتنمية البيئة مثال يحنا كان لدينا مجموعة من البحيرات على البحر المتواصل هذه البحيرات كانت في حالة صعبة جداً جداً وتمثل يعني إساءة بيئية كبيرة جداً جداً اتعمل برنامج خلال السبع سنين اللي فاتوا لتحويل هذه البحيرات إلى بحيرات صديقة تماماً للبيئة وده أكلف الدولة المصرية أموال ضخمة جداً جداً للحصول على هذا الهدف في نفس الوقت عملنا برنامج آخر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي للاستفادة منها حتى لا تكون ملووسة للبيئة أو تم تدويرها أهلا بنتكلم بنتكلم في أكتر من 13 مليون متر مية بيتم معالجتها من مياه الصرف الزراع حتى يتم استخدامها أكتر من مرة من حق بيها هدفين الهدف الأولاني إن إحنا عارفين إن بقى فيه مياه إضافية كحسس من النهر النيل حيب أمر يصعب تحقيقه في هذه المرحلة ثم في نفس الوقت الاستفادة من هذه المياه وما تبقاش ملووسة للبيئة كل البرامج دي اللي أنا بأتكلم فيها اللي هي طاقة جديدة ومتجددة أو معالجة مياه أو تحسين شبكة طرق وسادم وسائل النقل الكهربائية كلها هذا البرنامج كلفنا أموال ضخمة جدا جدا وتعاملت خطة خطة ديون لتمويل اللي أنا بأتكلم فيه ده الخطة كانت ماشية بشكل جيد وكنا قدرين على أن احنا نلبي إدارة هذه الخطة بشكل متوازن بما لا يمثل ضغط علينا وعلى موردنا ولكن نتيجة الظروف اللي حصلت خلال التلات سن اللي فاتوا أنا قدر أقول ببساطة أن احنا محتاجين تفاهم من جانب شركائنا في التنمية والمؤسسة التمويل الدولية لما نتفاهم بشكل مصر المصر والبعام التي تفيهم نفسها شكرا جزيلا شكرا شكرا Merci beaucoup M. le Président des informations que vous nous avez donné شكرا et souhaitons beaucoup d'ambition la COP28 nous entendions tout à l'heure M. le Président du Niger et Mme la Première Ministre de la Barbade que je salue l'un et l'autre نسخبرنا نستطيع أن يجب أن يكون جئساً. أم المعكسنة المضيفة الكاميرية؟ سألتقلين، كيف سألتقال كما تتمكن؟ أريد أن أعطيتك طبعاً فيها الجميع يمكن أن نستطيع القابل من الأممم المواعية؟ لكنك أيضاً لنسخبر من الخطورات المناسبة وإن أن نتونقى القبيلات، لكن كما ترغب أن تتشعر من تلك الحقيقة العامية ومن المتحدثين من التعامل من البرمجالات. شكرا لكسة الحقيقي. شكرا لك. أولاً أريد أن أتراجك لذلك المتحدثين ويبدون تلعب في المتحدة ممتازهم العالمية للمتازم العالمية. وإنه لقد حان الوقت لأن نقوم بمثل هذا العهن فالكثير من المبادرات حول هذه القمة وأود أن أسهم بثلاث نقاط الأولى قد ذكرت بالفعل فهناك من الاتحاد الأوروبي برنامج بستثمار 300 مليار دولار وبالطبع أحد المشاريع الأساسية في جنوب إفريقيا ولدينا مشاريع في إندونيسيا وفي فيتنام ومن اليوم في السنغال والتحول إلى الطاقة المتجددة وأيضا لدينا شركات مع زنبيا وأغاندا والكونغو على سبيل المثال ولدينا شراكات بالهايدروجين وقعناها في كوب 27 في شرم الشيخ وهذا تمويل على المستوى الأوروبي وكما سمعتم في مشاريع مختلفة كان الدول الأعضاء يسهمون وليس الأمر يتعلق بالتمويل فحسب ولكن أيضا التحول كما ذكرت توسيع نطاق القوى العاملة وفيما يتعلق باللقاحات توفيرها للجميع وسلتزم بموضوع المناخ لأنه موضوع هذه القمة ولكنني أطرح مثالا فحسب بالتأكيد البوابة العالمية لرأس المال الخاص وهذا مهم للاستثمار نحن بحاجة إلى رأس المال القطاع الخاص والآن ننظر إلى سؤال كيف يمكننا جذب الاستثمار في التمويل المناخي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وأود أن أقدم لقطتي الثانية وهي مبادرة الصلة الخضراء الجديدة ففي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يجب أن تتوفر إمكانية الوصول إلى التمويل وتمويل وسنريق المعاشات ولن تحفظ أسواق الناشئة على تمويل لإحداث التحول بهذه السهولة فيجب أن نستنتج حلولا لهذا الأمر وبالطبع السندات الخضراء أمر حيوي لمساعدة أي نوع من البلدان لتنمية ودفع التحول الأخضر والاستثمار في احتياجات البنية التحتية ولكن إذا نظرنا إلى الأسواق النامية سنرى أن هناك بعض العقبات وخاصة قلة وافتقار الخبرات وأيضا على جانب المستثمرين نرى أن صناديق المعاشات لا تعلم الكثير عن الأسواق المهتمة وهناك القليل قد تم فعله لنشر الوعي بهذا الصدد فمعدلات الفائدة المرتفعة أيضا يؤثر بسلب على هذه الأسواق الناشئة فهناك سبعين مليار دولار من صناديق السندات وتمويل قد ذهبت بفعل وعرضنا هو أننا أولا نشارك الخبرات عن كيفية تنمية هذه الأسواق ولا أحد آخر ينشئ هذه السندات ويصدرها غير الإتحاد الأوروبي ونحن نعرف بدقة كيفية إصدارها وكيفية دعم الفني والمساعدة وبناء هذه الأسواق الناشئة ويجب أن ندفع أيضا جانب المستثمرين ولذلك نريد دعم المستثمرين وإعطائهم الدفعة اللازمة لدخول هذه الأسواق ومؤسسات المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحن نلتظم بدفع مليار دولار لدفع وتشجيع المستثمرين لإضافة استثماراتهم في أسواق الناشئة والاقتصادات النامية من أجل الاستثمار المستدام والعامل الثالث أو نقطة الثالثة هي شيء جديد ما ظلنا نعمل عليه ونبدل قطار جهدنا كسوق وهو تفعير الكربون تفعير الكربون هو أحد العوامل الأكثر تأثيرا لتقليل الإنبعاثات بطريقة لا يتفاقت العوامل الملوثة تتوفق عليها فإذا استمرت هذه العوامل في التلويث سندفع المشاركين إلى الإبداع وتقليل الإنبعاثات وتقليل الإنبعاثات غازات الدفيئة وأنا أفضل أن نفتكر ونذهب إلى الاتجاه النظيف ولدينا خبرات عظيمة في هذا الصدد وبدأنا في عام 2005 وعمليات التعليمية بقت بالنجاح وإذا نظرنا إلى الفترة التي عملنا فيها قللنا من تفعير الكربون بالكثير من ملايين اليوروهات وانخفضت الإنبعاثات بنسبة 25% وبذلك يمكننا من تقليل الإنبعاثات واستخدام الموارد النظيفة ونحن نوسع التجارة الخلية من الإنبعاثات عبر طرق جديدة ويجب أن تذهب العوائد إلى مكافحة أزمات المناخ بخارج ولكن هذا فقط الاتحاد الأوروبي ولكن المبادرة التي أتحدث عنها وأود تقديمها ستولد المزيد من التمويل الذي سيذهب كأموال خاصة إلى التمويل المناخي الذي نحن بأمثل حاجة إليه فكام من الإنبعاثات غازات التفريئة التي تفهم في تفعير الكربون حاليا 4% فقط وهذه الأربعة بالمئة قد تم توليدها في العام الماضي من نسبة 55 مليار دولار فالفكرة الآن هو كيف يمكننا زيادة تفعير الكربون في الدول النامية فلديهم 80% من إمبعاثات غازات الدفئة فإذا قللنا ذلك يمكنكم تخيل ما الذي يمكن أن نولده وكم من الاستثمارات التي يمكن أن تذهب إلى التمويل المناخي ولذا البرابة العالمية موجودة ونحن على طريق أسرالي وما زلنا لدينا الكثير من العمل على تفعير الكربون ولكننا نعمل على هذا التحدي وأعتقد أن سيكون له نواتق رائعة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة لأننا نرى جميعا التغييرات المناخية التي تحيبنا والتي تؤثر على الشعوب وتؤثر على الاقتصاد وخصوصاً على أفريقيا وهذا مقيلة لهذا الاحتفالية وعندما اثناء افتتاح هذا القمة من قبل جملائي هنا وأيضاً أرى أصدقائي الذين يقلسون في الصالة هنا من النيجر ولكي مواجه هذه الدراما التي نعيش فيها أستطيع أن أقول أن الكوب الذي عقدت في 2009 والتي كانت تسمى كوب الأمل وقد كنا أعلننا من خلالها وقد كنا أعلننا من خلالها قامنا وتضامننا جميعاً وخاصة للدول الفقيرة والدول النائمية ونحن كنا أعضاء في كوبنهاج وفي شرم الشيخ وأيضاً في شرم الشيخ في مصر ولكن منذ هذا الوقت لم يحدث أي شيء فعال وفي كل اجتماع أو كوب نحن نكون موجودين في نفس الموقف وفي نفس الوضع نقوم بإلقاء نفس الكلمات في كوبنهاجن كنا أعلننا وخصصنا 100 مليار دولار كل عام سنوياً للدول الفقيرة ولكننا لم نرى هذا ولم يتم تنفيزه لذا فإننا أظن أننا اليوم في مفترق طرق أننا يجب أن ننفذ وأن نقوم بأشياء ملموسة وليس فقط أن نشارك في اجتماعات ولكن نريد أن نرى حلول ملموسة لكل هذه المشاكل لقد قال السيد الرئيس أمانويل مكران هذا الصباح من هنا إلى غدا سوف نرى حلول ملموسة وهذا ما ننتظره ولكن بالرغم من كل هذا مع هذا الوضع الصعب فإن الدول التي تعاني وأيضا مثل دولةنا الكونغو سوف نستمر في تقديم الجهود والمساعدات وأن نضمن وأن نضمن جميع الحلول إن دولتي قد قد تعاني في التصحر ونحن نحاول منذ عشرة سنوات أن نحمي ألغبات لدينا ونحاول خلال العشرة سنوات القادمة أننا نصل إلى مليون هكتار هذا هدفنا في بلدنا لقد قمنا بإصدار قانون عن طريق البرلمان عن طريق البرلمان في شهر نوفمبر كل عام يجب أن كل مواطن كونغولي يجب أن يزرع شيء عنده هذا قانون في شهر نوفمبر من كل عام نحن نرى أن هذه الجهود سوف تكون ملموسة وأن شعبنا يحس بهذه الجهود وعندما كنا في شرم الشيخ أعلننا ووجهنا نداء أعلننا أننا نرغب في أن يكون هناك عقد للغابات وكان هناك تأييد لهذا خلال مؤتمر الاتحاد الأفريقي في إدي ساببا وأنا أريد أن أستغل هذه الفرصة والبؤتمر الذي سيؤقد في برازافيل في أكتوبر ونوفمبر من خلال هذا العام فهي سيكون هناك مؤتمر لسلاة دول منطقة الأمازون منطقة الكونغو ومنطقة الكونغو بالنسبة لمنطقة الكونغو ساحل الكونغو لدينا 200 مليون هكتار من الثغابات المحمية وأيضا 10% من البيئة المحمية تنوع البيئة المحمية فإن ساحل الكونغو هو يقوم بالحفاظ على 80% من انباسات الكربون نرى أن هذا جهود مبزولة جيدة من أجل الإنسانية ومن أجل الكفاح لتغيرات الملخية إن القرمة التي ستقعد للثلاث سواحل ننتظرها إن إنشاء سوق إن إنشاء سوق مشترك سوف يقدم خدمة كبيرة للإنسانية ولهذا وهذه السواحل وسوف يكون حافظ للتنمية نحن ندعو الشركاء بالدعم المالي وخصوصا للشركات الخاصة القطاعات الخاصة والمساهمة في الحفاظ على التغير المنحي وإن المبالغ ويزودونها بالمبالغ التي تساعدنا على محافظة على أرضنا وعلى التغيرات الملخية إن جدول الأعمال الذي يتناول التقص يجب أن نحافظ على البيئة سواء كنا على المستوى العام أو على المستوى العالمي وأن نقدم الإستثمارات اللازمة للتنمية الإقصادية والاجتماعية ولكي أنهي حديثي ويريد أن أشير إلى فإن دولة الكونغو دول ساحل الكونغو الستة عشر دولة وضعوا وضعوا تمويلات من أجل ساحل الكونغو هو تمويل يهدف إلى التنمية التنمية الإقصادية وهو أيضا تمويل سيعطي للدول الأعضاء في ساحل كهو مساهم في تنمية نحو تنمية خضراء هذا التنمية منفذ بالفعل وموجود في البنك التنمية لأفريقيا الوسطى ويقوم بدعم البنك الدولي وقد طلبنا الدول التي تقوم بتلوس البيئة بأن تبذل مجهودا من أجل تحول نحو تنمية خضراء وشركة خضراء وأن تساهم معنا في ذلك من خلال التمويل وخصوصا دول الساحل الكونغي فنحن شركاء عالمي وذلك من أجل تنمية للجميع هذا التنمية أيضا يسمح بحماية ساحل الكونغو وهي شريك للجميع شريك للجميع في العالم فأنا أعتقد أن اليوم وقدر سوف نصل إلى قرارات ملموسة وأن هذه القمة العالمية التي تجمع القادة كل هؤلاء القادة بالنسبة بالنسبة لهذه القمة بالقرارة تنبع جميع القمة التي حضرتها سوف تصل إلى قرارات ملموسة جمعي العزاء نحن في لحظة فارقة تاريخية أتمنى أن هذه القمة خلال من اليوم إلى غدا سوف نصل إلى قرارات فاعلة ملموسة ونتخذ قرارات مهمة أشكركم شكرا لك سيد الرئيس سوف نعمل اليوم وسنعمل غدا من أجل قرارات ملموسة وشكرا لك أيها الرئيس لأنك نذكر تنابيق من برزافيل السيد الرئيس أعتقد أن اللام الماضي أنك ألقيت مبادرة من أجل أن نصل إلى حفاظ على 30% من الأرض و30% من البحار ما هي مسؤوليتنا ومسؤوليات الآخرين من أجل الوصول إلى هذا لامفعل سؤال 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 depends with the discussion of the shall 调 in الأ okay anes six Durante todos estos años y últimas décadas viene fluyendo en las COPs, en las discusiones mundiales, en los Estados Unidos. El nivel de inversiones que hay que hacer para superar la crisis climática a escala global, que tiene que ver con cambiar la matriz energética en el mundo, sustituyendo combustibles fósiles, no complementando combustibles fósiles, que hasta ahora es lo que los números dan. Sin eso no hay solución. Dos, cambiando la movilidad hacia transportes públicos con energías limpias en todo el planeta. Tres, cambiando las formas de producir en la agricultura y en la industria, alejando el carbón, el petróleo, de los procesos tecnológicos de producción, que cambian, entre otras cosas, las relaciones sociales de producción. Y eso en el mundo de la mitigación, para que la chivenea de gases de efecto no siga fluyendo a la atmósfera, fundamentalmente en el norte, porque el sur absorbe como esponja parte de esa emisión. Hace el Balcón, el Amazonas, Indonesia, nosotros somos esponjas y el norte emite. Ya la esponja no es suficiente. Luego hay que hacer un esfuerzo en la mitigación, fundamentalmente en el norte. Pero nosotros, y este es el cuarto aspecto de la inversión, tenemos que hacer un esfuerzo en adaptación. Liberar espacios del agua, organizar la población alrededor del agua. El agua se vuelve el eje del ordenamiento local. Pero si la crisis se agrava, no es un ordenamiento local de la población alrededor del agua, que suena bonito. Si no es un ordenamiento de la humanidad alrededor del agua, que implica el éxodo de miles de millones de personas hacia donde está el agua, o quedará el agua, y el agua quedará en sus países. y entonces hay una enorme tensión política creciente porque el sur iría hacia el norte y de esponjas nos convertiríamos en éxodo. ¿Cuánto vale? Que es ordenar el territorio, cambiar la matriz energética, cambiar las formas técnicas de producción en industria y agricultura, cambiar la movilidad. Billones de dólares nuevos. Entonces, este es el debate. El capital que seguía por la rentabilidad y esa es su ley, o si lo queremos, el mercado, que es su manera de expresarse, el mundo de las mercancías, pueden llevar los recursos por sí mismos hacia esta financiación que se necesita, o está limitado. Y su límite, si no lo reconocemos, implica que el riesgo de extinción de la especie humana está sobre el tapete de la discusión política. Ustedes piensan que sí es posible. las tasas carbón, los bonos verdes, los mecanismos bancarios, la posibilidad de crédito con tasa de interés para adelantar esta magnitud de proyectos tanto en el norte como en el sur. La creencia que el capital le hace el mercado que creó un Frankenstein puede solucionar el problema del Frankenstein. Frankenstein es la crisis climática. Es decir, ¿puede el que originó el problema solucionarlo? Esa es una discusión teórica, política. He visto el debate en los premios Nobel alrededor de estos temas, pero en el fondo ambos, uno más radical que el otro, reflejan que el mercado puede hacerlo. Sin embargo, los números hoy de emisiones frente a la crisis climática dice que no. Estamos fracasando. Es decir, la vida humana está fracasando en el planeta. y entonces, y es mi propuesta, porque no se trata, sería interesante a principios del siglo XX, no se trata de una guerra contra el capital, ya no hay tiempo. No hay tiempo. se trata de admitir que el capital, leas el mercado, tiene un límite, que puede acompañar sólo procesos hasta donde son rentables, pero que la mayor parte de la inversión que se necesita, de los recursos que se necesitan para de verdad superar la crisis y proteger la vida van más allá de la rentabilidad. Es decir, no se sujetan a la rentabilidad, es decir, ni el mercado ni el capital pueden ayudarnos en la mayor parte del espacio. Sólo complementan. Entonces, aquí vienen unas propuestas que quiero dejar sobre la mesa y que no son suficientes, pero que yo creo que serían importantes. Es decir, la crisis climática implica un gran plan marchal global de inversiones que el capital privado no daría sino en una escala limitada. Lo que proponemos es lo siguiente, afrontar esto complementariamente a lo que ya se ha alcanzado, pero sustancialmente en la magnitud que creo que debemos dar ya en unos mayores ingresos. voy a poner el Fondo de Clima como institución que ha sido hasta ahora raquítica. Unos ingresos adicionales que tendrían que salir como una taxación a las transacciones financieras mundiales. La QDTOIN le llaman en teoría a los economistas, pero aplicado y destinado a financiar las acciones mundiales para superar la crisis climática y una reducción de la deuda pública en todos los países de la tierra que no es una condonación ojo porque si no se afectaría el mundo de los pensionados de los países ricos porque a través de este sistema de construcción del sistema financiero mundial han terminado los fondos de pensiones de los países ricos siendo propietarios de los títulos de deuda de los países medianos y pobres de la tierra. Entonces si se condona por un lado se le quita las pensiones por el otro lado a la gente. Una dinámica en el mundo de la economía que nos ha un negocio de la economía que se ha que se ha un negocio cuando nos levantamos hasta el día de la economía que nos hablan de la economía que cuenta que si hayes una problemática muy difícil de la economía en especial de que se acercie a cada pays y entre se acercie de la economía que nos volvía que tenemos una poca en el mundo y también la opulación de las ciudades que accomplishment de la economía y la economía ومن أكثر تضررا، واستخدام رؤوس الأموال التي تتلكها في نديك المعاشات على سبيل النسان، ولكن إذا طبقنا السياسة التي ذكرتها سيعطيهم ذلك مساحة الحركة في النبانية، وسنساهم في حل أزمة المناح إلى جانب الأزمات الأخرى، وهذه المرة الأولى التي نتخذ فيها خطوة فعلية منذ أن بدأنا نتحدث عن أزمة المناح، فهناك جهود التكيف، جهود الوساطة وما إلى ذلك، ولكن التغير المؤسسي في النظام المالي العالمي، على صعيد البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وما إلى ذلك، سيكون الهدف أن يكون لدينا تلك التحويلات، وأدوات الدين العام، مثل البنوك متعدد في الأطراف، وتقليل خدمة الدين على جميع البلدان حول العالم، وسيكون هذا النظام الأساسي الأول، ولذلك يتحتم أن يكون لدينا طريقة حوار أخرى، كيف سنقرض الأموال، وكيف سنسترجعها، وكيف سنخلق مجتمع يسمح بالحياة والإزدهار، من أهل أحفادكم وأحفادي، ستكون مشكلة انقراض الكائنات تتواجه الجميع، ولذلك يجب أن يكون هذه الخطوة الفورية يجب أن تسري منذ الآن، ونحن نواجه الانقراض حقا اليوم، ولذلك نحن في حالة توارئ، التي تتضمن إعادة بناء البنية التحتية المالية العالمية، لا أقول أننا سننتهي منها، ولكن نحن بحاجة إلى تغيير جذري، ونحن نحن بحاجة إلى تقليل المشكلة، وما سيسمح لنا، بإمتلاك المزيد من القوة لممارسة حقوقنا، في إمتلاك تقليل، وتقليل المبعثات الغازات الدخلية، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة، نسبة تقليل المبعثات، وهذا أمر مهم، نريد أن ننقذ غابات الأمازون وغابات الكونغون، فهذه الحرائق حول العالم لن تتوقف، إلا إذا تكاتفنا وتمكننا من تقليل انبعاثات الغازات من الصين والدول الكبرى، مثل الصين والولايات المتحدة، وما إلى ذلك، وأنا أقترح هنا، أننا نعمل مع الخبراء الماليين، والذين عملوا في القطاع المالي العالمي، في مؤتمر الأطراف، على تعديل النظام تمويل العالمي، وأخذ خطوات فاعلية ضد تحديات، تغير المناخ، نحن بحاجة إلى نموذج جديد، لأننا نحتاج به لمدة أربعين عاماً، كانت لجميع دولنا شعارات ثابتة، والآن عرفنا أنها لن تأخذنا إلى الإنقراض، ولذلك نحن بحاجة إلى نموذج جديد، لاتباعه، فهذا كوكب مشري، يجب أن تتكتف الجهود من كافة الأطراف، ولكن، بحاجة إلى نموذج جديد، هناك حدود، ونحن بحاجة إلى نموذج جديد، ونحن بحاجة إلى نموذج جديد، لنسبة صفر، إمبعاتات، شكرا جزيلاً، فنحن نتحدث عن التمويل المبتكر وتزايد نسب الفائدات في الدول النامية يجب أن نختم هذه الغلاثة ولكن في مؤتمر الأطراف في شام الشيخ في العام الماضي فتحدثنا في هذا الموضوع حول تقليل الانبعاثات أود أن أتواجه بالشكر إلى الحكومة الفرنسية لطلعها بهذا الدوش ولدفع هذه القمة ومنحنا فرص متساوية للتحدث وخاصة من دول الجنوب هذه الخطة القديمة قد ولت أنا متأكد أننا نعيش في عالم يود فيه طاقة أنظف وأخص من حيث التكلفة ففي هذا المؤتمر هناك إثبات على أن هذا القطار يتحرك بالفعل نعم ليس بسرعة التي نحتاج إليها ولكن أننا نتوجه إلى هذا الهدف لا يمكن أن نقول نفس الشيء على التحول على تحول الطبيعة حوالي 12.5 من الكربون يدار بطريقة خاطئة ويساهم هذا في تدمير الغلاف الجوي لذا إذا لم يكن لدينا خطة واضحة لإستقرار الطبيعة فنحن جميعاً هلكم هناك مخازن كربون ما زالت موجودة في كونغو وفي كولومبيا وأرزاء من جنوب إفريقيا وفي مارس في دولة الجابون ساعدنا بمشاركة الرئيس ماكرون في إعلان التمويل لعديد من البلدان للعمل على هذه المبادرة التي تلهمت من الموارد المالية بين القطاع العام والخاص والتنفيق بينهما في جنوب إفريقيا وفي دول أخرى فبعد التحضيرات لإعداد الساحة لاستقبال مثل هذا التمويل المناخي وتمويل الطبيعة فنحن بحاجة إلى إخراط رؤساء الدول وأصحاب الأعمال ووزرات كثيرة ونحن بحاجة إلى أصوات الشعوب الأصلية وشعوب الدول لأن معظم عند عثات الكربون تأتي من مصادر عند الشعوب الأصلية وثالثاً نحن بحاجة إلى توفير النقد اللازم لتنفيذ هذه العملية ويجد توسيع نطاق عمل القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والمجتمع المدني أيضاً يمكنهم لعب دوراً ولكن الأصل هو القطاع الخاص وتحريك رؤوس الأموال فبالرغم من جهودنا نحن بحاجة إلى القطاع الخاص في جنوب أفريقيا هناك بعض المشابيع التي يساهم فيها القطاع الخاص بشكل كبير وتعمل عليها أيضاً المجتمعات المحلية وتعمل على ترميمها فمشروع الكربون الأصدق الأول دخل إلى السوق بالفعل عن طريق انخراط المجتمعات المحلية ولذا يمكنكم رؤية أن على سبيل المثال صناديق المعاشات الكندية قد ساهمت بشكل كبير في هذا التمويل لذا نحن بحاجة إلى مزيد من التمويل لتوفيع نطاق المشاريع والأعمال ونحن بحاجة إلى القطاع الخاص لوضع خط لمجابهة آثار وتداعيات تغير المناخ شكراً لك على وقتك أود أن أشكركم كثيراً على مقدمتك حول النمو الأخضر وهذا المثاق المالي العالمي الجديد نحن نسعى من أجل تحقيقه على مدار هذين اليومين هل تود إبابا شيئاً؟ شكراً لكم جميعاً وسنراكم بعد قليل شكراً لكم شكراً لكم